اشتركوا في القناة هذا المنخفض سيتحرك في الساعات المقبلة متابعين كرام نحو البحر الابيض المتوسط جالب معه امطار غزيرة ورياح قوية ايضا متابعين كرام مع انخفاض في درجات الحرارة على المناطق ايضا الغربية والوسطى والشرقية اذا كما نتابع هنا معكم في الصورة هذا المنخفض الذي يتحرك تدريجيا نحو المناطق الجزائرية الغربية الوسطى ثم الشرقية وخاصة ايام الجمعة كما نتابع معكم في الصورة هذا المنخفض متابعين كرام كما قلنا سيشمله امطار غزيرة بحول الله تعالى على المناطق الجزائرية بالاضافة الى انخفاض في درجات الحرارة هنا نشاهد المنخفض في المناطق دولة المغرب هنا يبدأ في التمركز على المناطق الجزائرية خاصة الوسطى الذي سيعطينا امطار معتبرة هنا نشاهد معكم في الصورة خاصة الجمعة ليلا يتحرك الى المناطق الشرقية بالتدريج مع امطار متفرقة بحول الله تعالى اذكر متابعين كرام ايضا ستكون درجات الحرارة منخفضة بحول الله تعالى الى غاية الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من شهر اجوليا لكن متابعين كرام اذكر هناك موجة حر عنيفة ستضرب المناطق الجزائرية دولة المغرب بالاضافة الى تونس الايام القليلة القادمة والاسبوع الاول من شهر اوت اذن استعدوا متابعين كرام استمتعوا بهذه الاجواء الباردة استمتعوا بهذه الاجواء المنطرة على المناطق الوسطى والشرقية وبعض المناطق الغربية موجة حرقوية ستشمل كل المناطق الجزائرية الصحراوية قد تصل الى 50 درجة ايضا المناطق شمال الصحراوية والواحات المناطق الغربية وبعض المناطق الغربية والوليات قد تشمل وتصل الى 45 درجة المناطق الساحلية الوسطى والشرقية قد تصل الى 35 ل40 درجة وجوة حارة وحارة جدا قد تلتقل الى المناطق الاوروبية اذن استعدوا لهذه الموجة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة